مع الدكتورة رانيا مرشاط وزيرة التعاون الدولي فلت تفضل معلشه والدكتور شريف عشان حين نروح للمجلس ونتكلم على شغلنا مع أفريقيا فيمكن الجزء بتاع القطاع الخاص ما تعرضش في اللجنة بس هي اعتقد اللي الدكتور عالق قاله ودكتور شريف قاله أمر مهم ويمكن وإحنا بننظم الأجندة الخاصة بالمؤتمر كان مهم جدا نحن نحط الجلسة دي لأن والدولة بتتكلم على إشراك أكبر كان لازم مصادر التمويلية تكون أيضا معلومة وزي ما شفنا من مؤسسة التمويل الدولية من البنك الدولي من البنك الأوروبي العادة العمارة والتنمية البنك للإستثمار الأوروبي وغيرها من الثنائين إيطاليا أسبانيا فرنسا وغيرها كلهم لهم برامج متخصصة بأشكال مختلفة وحب أقول حاجتين مهمين جدا هذه البرامج بتصاغ بناء على الاستراتيجيات الموضوع ما بين الدولة المصرية وهذه المؤسسات وهذه الاستراتيجيات بنقوم بإعدادها مش بس من قبل الحكومة ولكن فيها أيضا تشارك كبير جدا من مجتمع الأعمال لأن حتى النهج في وضع هذه الاستراتيجيات من المؤسسات هو أن يبقى فيه عوامل تشاركية من القطاع الخاص من المجتمع المدري ونعمل حقيقة جلسات على هذا فالنقطة والتوصية الخاصة من الدكتور علاء والدكتور شريف أعتقد أنها هتبقى إن شاء الله يعني هنبدأ في تفعيلها إحنا كنا ابتدينا يمكن في نهاية عشرين عشرين وتقابلنا مع الاتحادات وكنا خلاص بنعمل الشكل المؤسسي للتفاعل والتوعية مع الاتحادات ولكن كان حصل بعض الظروف وتأخرنا فأعتقد أنه بعد هذا المؤتمر هيكون المجال مناسب جدا لده يمكن بس بعد الأمور الأخرى اتقال أكثر من مرة والدكتور هاني يمكن أشار إلى المعاونة الفنية الخاصة بتقارير برضو الدكتور هاني فيه تقارير تشخيصية ويمكن دكتور نادر أوضحها عن مشاركة القطاع تطلعت في عشرين عشرين من البنك الدولي وعشرين واحد وعشرين من مؤسسة التمويل الدولية وفي تشخيص الاقتصاد المصري القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كان فيه وقوف على قطاعات بعينها ومنها قطاع السحة وبشكر رياض أنه هو يعني أشار إلى قطاع السحة ويمكن الدولة المصرية وخامة الرئيس بالتحديد لما يعني غير القانون الخاص بالزراعة الأعضاء وغيرها فتح مجال كبير جدا مش بس للاستثمارات ولكن الاستثمارات في الريسورتش في الأبحاث ودي نقطة هامة جدا للمؤسسات المختلفة وليها تمويلات وأعتقد أن فيه نمازج موجودة وعايزين نكبر ده قطاع آخر كان مهم قطاع الزراعة وفود بروساسينج أو صناعة الغذاء ودي نقطة أخرى حضرتك برضو تكلمت عن المعاونة الفنية في البيبيبي يمكن والدكتور معيت معانا فيه قانون جديد للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وعد أعتقد المجلس الشيوخ ومجلس النواب والجزء الخاص بالوحدة في وزارة المالية حصل فحص جديد وفيه تعاون جديد ما بين البنك الدولي والآيف سي ووزارة المالية للوحدة دي بالتحديد علشان الوقوف على يمكن بعض الأمور اللي يمكن لم تفعل بشكل كبير ولكن الدور بتاعها موجود في القانون وأيضا متضمن في تكنيكال أسيستنس هيكون مقدم من هذه المؤسسات فالنقطتين دول بس حبيت أن أنا أوضحهم لأنه زي ما فيه يمكن التمويلات مش واضحة بشكل كبير أيضا الدراسات اللي وقلونا نوضحها زي المجتمع لأن بنعمل بيانات صحفية وبنطلع في التلفزيون وبنحطها على الويب سايت في يعني برضو يمكن يعني على الجانب نعرف إيه أفضل قلية أنه كل الشغل اللي بتعمل يبقى مطروح ومعلوم للكل فدي نقطة الحاجة التانية في سنديق الاستثمار وتشجيع الاستثمارات أعتقد الكلام اللي تقال في الجلسة السابقة كان بيوضح أنه بالعكس فيه تشجيع ده في الفترة في الفترة القادمة كان أيضا اتقال على موضوع الأهداء أو الأولويات في الفترة القادمة سواء كانت اللي هي تحليط المية أو الجرين هايدروجين أو الزراعة وأيضا الطاقة الجديدة والمتجددة وده كله تحت مظلة مهمة جدا المنصة الخاصة بنوفي ونوفي استخدمناها ناكسس وكلمة نوفي لأن هذا القب أو مؤتمر المناخ القادم هو من التعهدات إلى التنفيذ فكانت دي فكرة أن المنصة لأن مش بس التمويلات الميسرة ولكن تمويلات مختلطة فبيقدر المجتمع الدولي بتمويلاته الميسرة على خلفية أن هذه المشروعات أولوية للدولة المصرية وأن القطاع الخاص موجود وعمل هذه المشروعات وشايف فيها ميزة أن نقدر نعمل تمويلات تبقى محفزة لمشاركة القطاع الخاص وأيضا هنبعث لكل الموجودين معنا في عبيق جلسة الويب سايت الخاص بمنصة موفي للتعريف بيئة المشروعات المختلفة هاختم بحاجة أخيرة وأيها بتبصي لي جامد جدا أنه رئيس الجمهورية مبارح سيد رئيس أشار إلى مصارات متوازية وده اللي حاصل كمان يعني تلبية للمصارات المتوازية كان فيه تمويلات متوازية من شركاء مختلفين فلو بنتكلم على الإسكان الاجتماعي بنجد أنه البنك الدولي كان موجود ده وبنتكلم على التاقة الجديدة والمتجددة كان غيرهم من المواصل البنك الأوروبي لعادة العمار والتنمية أو البنك الأوروبي للاستثمار لو بنقول الصحة ومئة مليون صحة هنجد مؤسسات مختلفة أهمية هذه التنمويلات ليست فقط الفلوس لو أقدر أقولها كده ولكن لإتاحة هذه التنمويلات لابد أن الدولة المصرية بتنتهج معايير دولية في الحوكمة في المناقصات أو في المناقصات وأيضاً في المعايير البيئية ما فيش ولا مشروع من اللي تقالوا دول وهما 377 مشروع موجودين على الوابسايت بتاعنا لليل عايز يشوفهم هذه المشروعات واحد واحد لابد من مجالس إدارة هذه المؤسسات وأيضاً المؤسسات الثنائية لو بنتكلم على الوكالة الوكالة اليابانية للتنمية الوكالة الفرنسية للتنمية الوكالة الأمريكية للتنمية وبالتالي التعظيم الاستفادة من هذه التنمويلات ليست فقط التنمويلات فحد ذاتها ولكن السمعة التي بتكون للدولة المصرية بقطاعاتها المختلفة حكومة وقطاع خاص في إتاحة هذه التنمويلات الحصول على هذه التنمويلات التفاوض عليها أن كل المعايير تبقى موجودة وده في قطاعات الدولة كاملة فإن شاء الله الفترة الجاية إحنا زي ما إحنا شايفين الدنيا في التنمويل الدولي صعبة ولكن قدرة مصر وقوتها على إتاحة التنمويلات وحجد تمويلات إضافية موجود موجود بالرؤية الموجودة وأيضا بالقطاع الخاص لنفذ مشروعات في السابق وبالتالي له صحيفة أعمال محترمة جدا مع هذه المؤسسات شكرا جزيلا وأشف على الإطالة بس يعني يعني نفسنا إنه الشغل اللي موجود مع كل وبعدين لما بنقول يمكن من البنك الأوروبي اللي عادة لأمورة التمية ودي كلمة مهمة جدا كلمة الشركات بارتنرشيبس بارتنرشيبس مش باين الحكومة والجهة فقط ولكن الحكومة والقطاع الخاص والجهة الممولة أو المجتمع الدولي وأيضا مجتمع الأعمال اللي هو بيبقى أيضا الانجي أوز أو السيفل سوسائتي شكرا جزيلا بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزيرة دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شكرا جزيلا